بق الفراش هو حشرات صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للحمراء تمتص الدماء وتزول لدغاتها دون علاج في غضون أسبوعين أو أسبوعين أمن المعروف عن بق الفراش أنه لا ينشر أي مرض ولكن يمكن أن يسبب تفاعلا تحسسيا أو تفاعلا جلديا شديدا لدى بعض الأشخاص يشبه حجم بق الفراش بذلة التفاح تقريبا ويتخفى في شقوق وفتحات المراتب والأسر وألواحها الأمامية لها وإطاراتها والأشياء الأخرى المحيطة بها ويخرج ليلا ليتغدى على دماء الإنسان يزداد خطر الإصابة بلدغات بق الفراش إذا كنت تقضي وقتا في الأماكن التي يتردد عليها الضيوف للنوم ليلا مثل الفنادق أو المستشفيات أو الملاجئ وأماكن إيواء إذا كان يوجد بق الفراش في منزلك فإننا ننصحك بالاستعانة بمتخصص في إبادة الحشرات أولا أعراضه تشبه أعراض لدغات بق الفراش أعراض لدغات الحشرات والطفح الجلدي الأخر ومن الخصائص المعتادة للدغات بق الفراش ظهور بقع ملتهبة غالبا ما تكون بها نقطة أدكن في الوسط مثيرة للحك واللدغة تبقى مرتبة بشكل خط حاد أو تجمع تظهر على الوجه والرقب والذراعين واليدين لا يظهر على بعض الأشخاص أي رد فعل تحسسي للدغات بق الفراش فيما يواجه البعض الآخر رد فعل تحسسي قد يشمل الحك الشديد أو ظهور بثور أو طفح جلدي إذا شعرت بهذه التفاعلات التحسسية أو تفاعلات شديدة في الجلد نتيجة للدغات بق الفراش فاستشر طبيبك لتلقي العلاج المتخصص فورا أما أسبابه فهي ترتبط بالسفر المتكرر تغيرات في ممارسات مكافحة الآفات وكذلك مقاومة المبيدات الحشرية كيف ينتشر بق الفراش يمكن أن ينتقل بق الفراش من مكان إلى آخر عن طريق التنقل عبر الأشياء مثل الملابس والأمتع والآتات والسنادق وأغضية الفراش ويستطيع الانتقال بسهولة بين الطوابق والغرف في الفنادق أو المباني السكانية والعمارات إذا كانت البيئة لديهم نظيفة أو متسخة فإن هذا لا يحدث فرقا لدى بق الفراش فكل ما يحتاجون إليه هو مضيف دافئ والكثير من أماكن الاختباء وتزداد مخاطر تعرضك إلى لدغات بق الفراش عند وجودك في أماكن يتردد عليها الكثيرون مثل المباني السكانية، غرف نزل، إقامة، ملاجئ المشردين، الفنادق، القطارات والحافلات ومخيمات اللاجئين وللوقاية منه عليك بتغطية جسمك حيث لا يميل بق الفراش إلى الاختباء تحت الملابس لذا يمكنك تجنب لدغاته بارتداء ملابس نوم تغطي أكبر قدر ممكن من جلدك ثانيا اتبع الاحتياطات الخاصة بالفندق وافحص الطيات المرتبة بحثا عن براز بق الفراش وضع أمتعاتك على الطاولة أو في خزانة الملابس وليس على الأرضية افحص الأغراض المستعملة تفقد أغطية الفراش والمراتب والآتات المنجدة المستعملة من قبل نقلها إلى مازلك